اشتركوا في القناة والاقليمية والعالمية التي من أبرزها هدف المملكة للوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول 2060 والأهداف المرحلية التي من أهمها مضاعفة الهدف الوطني للطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات فيها وتعزيز مبادرات تحسين كفاءة الطاقة وخلال كلمته الافتتاحية رفع الدكتور ميرزا أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على دعمهم اللامحدود لهيئة الطاقة المستدامة مؤكدا أن إنشاء هيئة الطاقة المستدامة واعتماد الخطط الوطنية للطاقة وأهدافها ومبادراتها إنما يعكس بشكل واضح اهتمام البحرين بالطاقة المستدامة ودورها في تحقيق الطموحات والتطلعات المستقبلية الواعدة للطاقة النظيفة تشرف بتقديم عرض للمجلس الإعلامي لجميع الصحفيين البحرينية وكان عن موضوع الساعة وهو موضوع الطاقة المتجددة وتخفيض الانبعاثات الكربونية في البيئة وأنا أتطلع لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام عن زيادة التوعية بالنسبة للمحافظة على البيئة واستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والحرص على أن يكون في توعية أن كلفة الطاقة المتجددة الآن أصبحت منافسة لكلفة الطاقة الأحفورية ويعني هذه قليل من الناس يعرفون هذا الشيء لأنهم جربوا الطاقة مثلا طاقة الشمسية قبل عدة سنوات وكانوا يقولون أنها غير مجدية التقنية تغيرت الآن والتقنية تتغير بسرعة والآن أصبحت كلفة الطاقة الشمسية يعني منافسة للطاقة الأحفورية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر